موسيقى نشيتي كاي نشأ أطفال البحرين يعني أنا طبعاً أولد في الحد من أبويني من الحد ومن عائلة متدينة بل ومتشددة من قبل الأب يعني في جانب من الجوانب وطبعاً الأول في البداية طبعاً يأخذون الطفل إلى المطوع وكان المطوع كانت امرأة شوي قاسي قاسي علي أنا فما استمرت وياها من أهلك كانت المطوع؟ موم من أهلي وأنا شيمكن كنت حركي كثير فأبوي شالني من المطوع وأخذني معاه عنده دكان في السعودية في الظهران منطقة الظهران وأخذي وديني معاه وأنا صغير وقرأني القرآن هناك في الأمامه من الصبح إلى الظهر إلى أذان الظهر ومن الحصر إلى قرب المغرب قرب الأذان قبل الأذان بنصف ساعات يوقف عني أنا فكان في هل الحصار هذا أو التشدد ولكن نفعني بلا شك تعفيض القرآن والمحافظة من قبل الوالد بشدته يعني لكنه منعني من أخطار كثيرة كم أخوات كم واحد كنت أنت بالبيت؟ فإحنا ثلاث بنات وولدين هاي الأخوة وكنا في بيت في البداية البيت الكبير بيت الجدي في الأعمام أيضا عمين من الأعمام موجودين في البيت ومع عيالهم مع أولادهم وكل واحد منهم لا دار من الأعمام ولهم أرشان في الحوش الحوش كبير كان يعني عشناها في هالفترة ذي حتى بلغت أنا السادسة من العمر أو السابعة أدخلني أبي أو عمي حقيقة لأن أبي كان في المملكة أدخلني عمي في المدرسة الابتدائية الجنوبية كان أي سنة هذه؟ هاي سنة 55-56 لأن أنا من موليد 50 في مارس 50 أنا مولود ودخلت المدرسة سنة 55-56 والابتدائي أول ابتدائي وثاني ابتدائي أيضا في الجنوبية ثم نقلت إلى المدرسة الشمالية نقلنا نأخذ الصف الثالث وما فوق إلى الاعدادي فلما دخلنا المدرسة الشمالية في الصف الثالث بلغنا أن المعهد الديني قد أنشئ والدي كان يقول لي يقول لي داخلك في المدرسة الدينية هذه المدرسة أنت ما بتنفيها فكنت أنا خايف كان يسمونها مطوع يعني خايف صورة المطوعة التي كانت موجودة بذاني فلما دخلنا الصف الرابع بداية الصف الرابع في أول شهر بالضبط تم الإعلام قبل وزارة التربية إلى المدارس اللي يرغب في إلحاق أبنائه إلى المعهد الديني فليتقدم فالوالد وعدد من رجالات الحد جابوا أولادهم ورشهوهم إلى المعهد الديني فنقلت أنا إلى المعهد الديني في سنة تسعة وخمسين أنا وعدد من منهم شيخ أحمد المحمود أخوة الشيخ عبداللطيف أخوة الشيخ عبداللطيف والدكتور اللي كان لا نصر بعدنا دكتور في الجامعة نعم والدكتور هلال الشايجي الدكتور هلال الشايجي اللي كان رئيس تحرير الأخبار الخليجي نعم وكان هو أيضا أستاذ في جامعة البحرين والأخ إبراهيم غلوم بدأنا في المعهد الديني من صغار وكان المعهد الديني قريب في قسوته من المطوعة كان ضرب وايد في معاناة من قبل الطلبة من المدرسين شدة المدرسين ولكن تعلمنا تعلمنا منهم كثير واستفدنا منهم كثير ويرحم الله المستقدمين منهم والمستأخرين فيعني بلا شك أن هذه طريقة التربية قديما فيها شدة يعني أنا اللي كوني فعلا يعني البكر في الأسرة الوالد كان يعتمد عليه في أشياء كثيرة خاصة لما شاب بيت أنا وصار عمري حوالي عشر سنوات أو كلي دكان فتحها في البيت في الشارع بيتنا على الشارع أو كلي أني أنا أدير هذا الدكان وأصرف منه على البيت يعني دخلت العمل عمل التجارة دخلت التجارة مبكرا وجربت العمل والدراسة أيضا ايه نعم في سن مبكر في سن مبكر ما أثرت هذه على دراستك لا ما أثرت الحمد لله على الدراسة يعني يعني ما تراجع مستواك الدراسي لا هو أنا حصلت لي شوية مشكلة في الأول عدادي وتخلفت سنة أول عدادي لأسباب مشكلة في أيام الامتحانات في أيام الامتحانات حصلت لي هذه المشكلة يعني مو بسبب العمل يعني لا لا مو بسبب العمل ما لها علاقة بالعمل تركت الدراسة بعد الثاني ثانوي ايه وسافرت إلى الإمارات ليش نبو الضبيد حتى أشتغل رحت سنة 68 اشتغلت في وزارة الخارجية الإماراتية أترقيت اشتغلت عقب أول شي اشتغلت في وزارة العمل الإماراتية ايه وبعدين في التدريس لما قدمت أنا على التوجيه في المعهد الديني ونجاحت الحمد لله قدمت شلو منازل يعني كهان منازل ايه وكنت أول واحد ينتسب منازل للمعهد الديني ما كان فيه فطبعا إني في نهاية الامتحان ونقدم امتحان ويالطلاب الحمد لله نجحت واخذوني مدرس في الإمارات لا مدرس في البحرين البحرين بعد الثانية مباشرة مباشرة نرس في البحرين سنتين وبعدين بتعثت مدرس محار إلى أبوظبي درست في العين سنة ثم بحثت عن عمل في الصيف فوجدت في الخارجية فاشتغلت في الخارجية سنة ونص تقريبا يعني تركت التدريس بعدين تركت التدريس تركت التدريس تركت في الخارجية في الإماراتي في الإماراتي نعم قعدت حتى بداية 1974 بداية 1974 انتقلت إلى البحرين وكان بداية المجلس الوطني أنا ذاك أنا ذاك نعم فقدمت إلى المعهد إلى المجلس الوطني وقبلت فيه قبلت فيه وتم تعييني في اللجان البرلمانية أمين سر اللجان البرلمانية وهذا كله إلى الآن بعدك ما دخلت مرحات الدراسة الجامعية الجامعية ما دخلت وطبعا في المجلس الوطني ما استمر كثير في نص أو في أبريل بالضبط 75 أنهوا دور للعقاد الثاني أنهي دور للعقاد الثاني بسبب أن الحكومة تخلفت عن حضور لمدة سبعين وتم فض دور للعقاد الثاني هذا في أمر أميري وظل أني في الإجازة في 26 وأنا كنت في القاهرة مع أم العيال ذاك الوقت في 74 بداية 75 أنا تتزوجت وكنت في القاهرة ورحت العمرة بعد القاهرة ومع أم العيال إلى العمرة وإحنا راجعين من العمرة إلى البحرين في الطائرة كلمني واحد سعودي كان جالس جنبي قال لي ما حصل في البحرين قلت لك ما حصل أنا ما عندي خبر قال لي وزراء يالسيني انتقلون من بلدي إلى بلد في الخليج رايحين لكويت رايحين الإمارات من الإمارات رايحين إلى السعودية من السعودية إلى قطر قطر قلت ممكن شوف الجريدة شفت الجريدة مم موجود فيه أن نحل البرلمان بس أنا عرفت أن البرلمان نحل لأن كان فيه كلام يدور من شهر ستة بأن البرلمان بيحل وقتها يعني ما صارتكم خوف على مستقبلكم الوظيفة والله انتكت في مؤسسة والغيات نعم كان فيه خوف كان فيه خوف لكن الحكومة بسرعة أصدرت قرار بأن الموظفي الأمان العام في المجلس يتبعون شؤون مجلس الوزراء فكان جواد سالم العريض يعني الله يذكر بالخير موجود هو بعد كان وزير الدولة شو مجلس الوزراء فألحقنا بمجلس الوزراء مواقع وكان محمد مطوع هو المدير العام في الوزارة حولنا محمد مطوع يعني عدد من الموظفين إلى وزارة الخارجية وآخرين إلى اعتم استيعابكم في الوزارة في الوزارات وأنا منهم في ديوان الخدمة المدنية ذاك الوقت قبل أصير جهاز الخدمة المدنية الحين كان ديوان الخدمة المدنية اسمه أو ديوان الموظفين أول ما تسمى ديوان الموظفين ولحقت من أول سنة ومن أول سنة ولحقت بالديوان بدأت الدراسة في الأزهر بدأت الدراسة في الأزهر كانت انتساب كانت هي مو بانتساب ما فيه انتساب الأزهر لكن في عدم حضور عدم حضور يعني ما في تسجيل حضور لكن الامتحانات تقدمها مع الطلاب بنفس المنهج بنفس الشيء ما فيه يعني تخصص انتساب من تخرجت من الأزهر وكلي في طابة في الجامع جوامع البحرين البحرين منها بدأت فيه جامع عمر بن الخطاب هنا في عراد وهذه الجامع بنيت الجمعية الإسلامية عينت فيه وظليت إلى سنة 87 من 81 إلى 87 ثم نقلت إلى مسجد الشيخ عيسي في محرق مسجد الكبير اللي عند بيت الشيخ عيسي بن علي القديم نعروف ايه وظليت هناك إلى أن هدم حتى يتم بناء من جديد لسنة 92 من 87 إلى 92 ثم نقلت إلى مسجد مؤقت في منطقة ستيشن وصبت بعدين في الحبال الصوتية فقالوا لي من كثر ما تطول في الخطمة أنا حقيقة كنت في السعودية في مهمة رائح ورجعت فأبلغوني بعض الزملاء في العمل بعض المدراء يعني الزملاء وقالوا لي أن سمعنا أخبار بأنك بتتعين في مجلس الشورى 96 قلت والله أنا ما حد قال لي ما حد قال لي كان الشيخ دعاي هو رئيسنا رئيس ديوان الخدمة المدنية رحت أسلم عليه قال لي ترى فيه أخبار أنك أنت بتتعين في مجلس الشورى قلت والله ما أدري ما حد قال لي إلى الآن كان ذاك اليوم الذي تم إبلاغي من قبل السمو الشيخ خليفة الله يرحمه كانت وفاة أم الشيخ دعي والشيخ دعي الله يرحمه ناداني حتى أصلي عليه في العزة أو في الجنازة أقبل الجنازة رجعت الديوان بلغوني مجلس وزراء كان الدكتور عبدالطيف الرميح يا الله يرحمه اتصل بي قال لي تعالي يبيك الشيخ فرحت حق الشيخ و ما اسمه قال لي الشيخ الله يرحمه ذكر لي أنت عندنا في مجلس الخدم المدنية وأنك ما أبدا طلبت شيء لنفسك هاي الكلام اللي ولا يعني شفني منك اللي كل خير ودقة في العمل وسألت عنك يقول وزراء عدد من الوزراء اللي تعاملت معهم وسألنا عنك في الشارع وجدنا أن الناس كلها تعرفك وتحبك والوزراء أثنوا عليك الأخوة اللي اشتغلت معهم من أهم الأعمال اللي قمنا في المجلس الشورى القانون المدني القانون المدني كبير جدا فوق 1300 مادة تم مناقشته في ثلاث سنوات هذه الفترة اللي كانت بين الميثاق والانتخابات هل كانت تصرف لكم مكافآت وقتها لا توقف بمجرد حل المجلس توقفت وانت يوم كنت متقاعد من الحكومة لا ما تقاعدت تقاعدت عقب ما رشحت روحي أنا رشحت للهذي فهني تقاعدت يعني وقتها الفترة قاعدت كم شهر وين كنت تعمل وقتها تابع ديوان الخدم المدني لأننا كنا نحن موظفين بنصف راتب في الوظيفة بنصف راتب فالنصف راتب ظل يمشي لأن أنا رجعت إلى الديوان رجعت إلى الديوان فمش أرجع الراتب كامل فلمدة يعني شهور بسيطة وأعلنت أنا ترشحي نرجع لمرحلة الانتخابات شنو الدافع اللي خلاك تنزل الانتخابات وقتها بس حب خدمة الدولة خدمة الناس خدمة المجتمع يومها كنت في المركز الأول في الدولة الأول لكن في الدولة الثانية انقلبت الموازين انقلبت الموازين بعد ما خضت التجربة هذه تم تعينك أمين عم مجلس الشورية وقتها وقت الوحسان كيف كانت المرحلة انت كنت عضو وانا صرت أمين طبعا تغير عمل المجلس وقتها من مجلس تناسي المجلس تشريع كيف كان العمل الحقيقة كان عبارة تأسيس لأمانة عامة تتناسب مع السلطة التشريعية الجديدة فكن يعني نرقى لأن نكون برلمان حديث في أجهزته وفي يعني أعداده وفي كل شيء فإذا الله خير كان أمين عام المساعد اللي عندي اللي هو أحمد الحردان نسمه عنده ماجستير حقيقة في الإدارة وهو كان يعني تساعد الأيمن في تطوير الأمانة العامة ف يعني استطعنا إحنا خلال سنتين سنتين أن نطور الأمانة العامة نطورها يعني تقنيا وإداريا وياي معك تم تطويرها يعني تقنيا وإداريا فكان الحمل في هذه السنتين مجهد إلى أبعد الحدود لأن أنت تأدي العمل اليومي الروتيني وفي نفس الوقت تقوم بالتطوير الثلاث سنوات الأخيرة من الدور للفصل التشريعي الثالث كنت رئيس للجرة لماذا ما خطرت اللجنة التشريعية كونك قانوني مendar في البداية كنت في اللجنة التشريعية . لا لا من البداية من 2006 لماذا اخترت اللجنة الخدمات اليوم؟ الخدمات لان انا اولا وجدت فيها في الخدمات حقيقة تعثر الاربع سنوات الاولى الفصل التشريعي الاول فيه تعثر وايد وتأخير للتشريع اللي فيه صار وكان الدكتور فيصل مو سوي يعني يؤنب اللجنة لجنة الخدمات لانها تتأخر في التشريعات مرحات مجلس الشور عبرز القوانين اللي اقريتوها في هالفترة تتكلمت القانون المدني في الفين في ستة سينة الحين اتكلم عن القوانين اللي اقررت اللي انا في المجلس ايام المجلس في ايام مجلس السكم تقريب من ضمنها كان قانون تم يبود التعطل ايه نعم قانون التعطل الحقيقة هو قانون كان يجب صدوره مع قانون التأمينات الاجتماعية ستة سبعين وقانون التقاعد في سنة خمس وسبعين منذ ذلك الوقت وهذه موجود مثل هذه القوانين في الدول المتطورة يعني الدول المتطورة يخصم الاشتراكات على الموظف على الموظف منه جزء للتعطل وجزء يدفع رب العمل سواء كانت الحكومة او القطاع الخاص وكان المفروض يعني هذا يصدر من ذاك الوقت حتى ما يشعر الموظف والمواطن بأن خصم عليه شيء يديد مع الأسف لما صدر هذا القانون واحد في المئة استثقله كثير من الناس استثقله وحتى في المسجد أنا تحدثت عنه بتفصيل وقف واحد يعني أنا مستغرب يعني متعلم وربما جامعي ما عارف عن إن كان جامعي ولا لا لكن متعلم أعرف عنه ومدرس فكان يتكلم يقول واحد في المئة قلت أنت تدي واحد في المئة كم؟ نعم بل 100 دينار نعم بل 100 10 دينار نعم بل 100 10 دينار يعني أنت تصرف على عيالك وعلى جسمك لكن نقول مفعوله هذه والحكومة تدفع 20 دينار أنت تدفع 10 مذلاً في الألف الحكومة تدفع 20 دينار عنك هذه قول إدارة الأموال هذي المهم إدارة الأموال هذي كيف ندير هذه الأموال كيف نحقق بها الهدف اللي إحنا من أجلها إنشأناها نزل أحبنا عليك لا ما عليك مرحنا ناخد من وقتك حياتك بعد التقاعد بعد ما تركت من جزء الشورى والله ما أقول لك يعني لازلت تخطب الآن لا 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 وقفت من صادتني الركب سنة 2010 أول عملية سويت ما أقدر أوقف ما أقدر أوقف ولا أقدر أركع وأسجد في الأرض أي فهذه الأسباب منعتني من الخطابة ومنعتني حتى من التحرك برا يعني لا أقدر أمشي لا أقدر أمشي والثقل هو سبب رئيسي بعد العملية يعني يمكن أنا ألهي نفسي في هذه كان عندي المجلس مالي الكبير عندي مجلس كبير هنا يوم الأثنين من كل أسبوع كان قبل الكورونا نجلس فيه ونعطي درس فيه ويوني أخوان عدد كبير يعني في المجلس و إلى أن صادت الكورونا الكورونا خلاص تعطلنا تعطلنا وبدأ بعد زيادة خمول فيني بيانة وكنت في الجمعية الإسلامية نائب رئيس الجمعية كان ويا الشيخ بلطيف طلحت ما كدر تواصل يعني من التعب لفيني وكنت عضو أجسموني العضو المنتدب يسموني بعد في الإدارة وأدرت الجمعية خلال من 2009 إلى 2019 شيخ عبد الرحمن لك كلمة أخيرة تحب تقولها أو الشي ما سألنا عنك تحب التطرق إليه والله أنا حقيقة أجد في في الحمل متعة في الحمل متعة ويجب على كل إنسان أن يكون مخلص في أي عمل يقوم به في أي عمل يقوم به له أو لأهله أو لوطنه يكون مخلص لله عز وجل وتفاني يجب أن يكون متفاني في العمل حتى يعني يحقق ذاته أولا يحقق ذاته وينفع وطنه ومواطنيه و الحاجة في الوطن ماسة للمخلصين حاجة ماسة للمخلصين المتفانين في عملهم أه ولوطنيهم أه وأن يبتعد الإنسان عن المهاترات والمزايدات وال والولاءات غير النافعة للوطن يعني بلادك بلادك وإن جارت عليك فهي عزيزة أهلك وإن ظنوا عليك فهم كرام فلابد يعني من العمل على بما ينفع الناس وينفع الوطن ترجمة نانسي قنقر